لو عايزة أسأل بشكل عام إيه الهدف من العملية التعليمية؟ أني أخرج إنسان إنسان؟ أه أولاً ما عنده الشعور بالدونية تجاه أي حاجة تجاه الآخرين تجاه الآخرين قادر أنه هو ينافس مش بس ينافس في سوق العمل بالمناسبة يعني ده جزء طبعاً مهم جداً لكن ينافس كإنسان يعني أقصد أنه مثلاً إيه اللي عملهن الإبداع؟ إيه اللي خلى إيه اللي خلاني أنا من أسات زيتي العلمونية ومن إرايتي ومن كتابتي أحس بإيه؟ لو سفرت بره أنا شعور بالدونية معي بقى شعور إنجليزي أمريكاني فرنساوي مش عارف إيه معنديش شعور بالدونية على الإطلاق أنا هايصطلع على البني آدم ده كده من التعليم يقدر يعود يتناقش فلسفة يقدر يتناقش فيما زي كان يقدر يتناق ولو الحد الأدنى يعني ما يبقاش ما عندوش أي فكرة يعني وخلي بال حضرتك ما عندوش أي فكرة اللي بيحصل إيه؟ يعني أنا من وقع تجربتي بدرس مثلا شعري الترمي ده برجع درس شعري بقى أي حاجة تانية بترمي اللي بعد لو سألت الطالب إيه اللي حصل في الترمي الأولاني هو مش فكرة حاجة ليه؟ هو ما فيش شغف يا فاند يعني هو زاكر عشان ينجح وزاكر عشان ينجح عشان ياخد الشهادة هو ما عندوش شغف وهو ده مش زنبه لأن الشغف ده بيتربى من زمان جدا بيتربى من طفولته فبيدور يعني هي أصل الحكاية طب يعني جزء من إذجاء هذا الشغف هنتكلم مثلا على الكتاب المدرسي الولاده هم صغيرين كيف يرتبط هذا التلميذ بهذا الكتاب ويصبح بالنسبة له دليل العمل يعني يعني هي المنظومة كلها التق المزيكة على مش عارف إيه لازم كل ده يبقى مع بعضه ولازم أعلمه أنه لو مسك الطرف خط يروح يعني يفضل زي ما يكون بيدور زي ما يكون بيبحث طول الوقت إيه اللي بيعلمهن البحث مسك الطرف خط أفضل ألف ورا ده الشغف بقى أحاول أجيب ما هو أبعد منه ما هو يغزي الموضوع بتاعي أكتر هو ده المطلوب مطلوب كمان إن أنا ما خلوش يرى حاجة واحدة لازم يرى حاجات كتير ويكون رأيه وإلى آخره طب زمان كان في المدارس مثلا كان بيبقى فيه حفلات سنوية وكان بيبقى فيه أنشطة كان بيبقى فيه مصرح كان بيبقى فيه رقص توقيعي إلى آخره يعني اختفاء هذه الأنشطة من المدارس معناها إيه؟ ما هي دي بقى اللي هي دي الأزمة الطالب ده طالع فاهم إيه؟ فاهم إيه في الدنيا؟ فاهم إيه في الفن فاهم إيه في الأدب فاهم إيه؟ أصلا هي الفكرة عشان بس ما أبقى واضحة جدا يعني إيه؟ أنا بقرأ رواية أنا بقرأ رواية أنا شوف حيوات أخرى أيه لما بقولهم شوفوا فيلم مش بعمق تجربتهم الإنسانية دي إيه قيمة الفن أو الأدب أو إنه بيعمق تجربتي كإنسان أيه بيخليه نزعل بجد مش هزعل أنا مش عارف أنا زعلان ليه؟ يعني أنا مخنوق دي الكلمة اللي بيتتقال دلوقتي لا ما فيش وعي أنا زعلان ليه؟ ما جايز أنا عندي أسباب لا الفن ممكن في تجربة حد تاني أفهم أنا زعلاني أو فرحان ليه؟ أفهم إحنا أزيل الناس تفهم نفسها حتى يعني على الطلبة عشان يفهموا أنفسهم التعليم طبعا مؤكد إنه شيء هام جدا 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 هل يصلح التعليم دون ثقافة؟ هو سؤال بقى دلوقتي بقى طبعا أنا بالنسبة لي لا يصلح بس هي الفكرة إنه إحنا لازم برضو نقول إن إحنا في لحظة غريبة جدا الثقافة بقى التكنولوجيا بمعنى بمعنى إنه النهار دا المثقف هو اللي بيعرف يدخل يعمل حاجات على الانترنت ما عرفش إيه هو دا المثقف هل إحنا في لحظة تحول العالم دي بس مظنش برضو إن العالم بره دينيسي الفنوني يعني يعني بيطلع سينما وبيطلع حاجات وقت يعني إيه دي النقطة لو النشاط المسرحي ونشاط السريماني زاد جدا بزبط في الخارج يعني بزبط ترجمة نانسي قنقر